محمد صلاح والساد يومانيا هيكون لقاء بصرف نظر طبعا عن المتخبين لا فيه لقاء آخر ما بين الاتنين والعلاقة ما بينهم مش أحسن حاجة أصلا هي العلاقة متوترة أصلا يعني أنا مثالي يعني أكتر واحد حزين على المواجهات دي هو يورجون كلاب يعني عنده أهم اتنين لعيبة عنده في الفرقة وأهم جناحين عنده في الفريق هم حيتواجهوا ثلاث مرات في لقاءات إقصائية بيخلصوا على بعض يعني فيه تناحر كبير يعني أتمنى إن شاء الله أن يكون التفوق لمحمد صلاح ده حيساعده جدا أنه هو كمان يفوز بأحسن لعب في العالم حي لأنه يمكن صلاح كان دايما فيه انتقادات بيواجهها أنه محققش مع منتخب بلده زي ما يعني أخذ تالت لا أخذ المركز أول ولا أخذ مركز تاني عشان محققش مع المنتخب النهاردة أنت شايف صلاح أداء وزي يعمل مع المنتخب أداء محمد صلاح مع المنتخب عبر تاريخه مع المنتخب أداء كبير محمد صلاح هو الهداء لكن أعتقد أن البطولة المرادة برضو فارقة لأنه فيه نوع من الدعم نفسي طول الوقت للعيبة توجيه للعيبة شايفين اللعبة دايما كلها ملتفة حوالين صلاح يمكن ضحكة صلاح في الملعب بتطميننا إحنا خلاص بنبقى عارفين أن اللي جاي هدف صلاح لما بيدحك بطريقة معاينة الناس بتبقى خلاص حاسة أنه المرش بتاعنا كم الخبرات اللي عند محمد صلاح دلوقتي وإحنا بنتكلم في أفضل لعب في العالم في اللحظة الحالية اللي إحنا بنتكلم فيها يعني فوجوده حتى لو يعني مش عايزة أقول بنص حمولته الفنية يعني إنما وجود محمد صلاح في الملعب مرعب لأي فريق إحنا كنا بنشوف لعيبة كبار شفنا مش في ماتش الكاميرون بس حتى قبله في ماتش المغرب ومدافعين المغرب اللي هم بيلعبوا أصلا في الدوري الإنجليزي لما كان صلاح بيستلم الكرة وبيروح عليهم كانوا بيجروا بجنبهم وبرجعوا الورا فيه رعب هو بيصدر رعب للمنافسين فده طبعا أكيد بيساعد المنتخب بشكل كبير لأن النقطة دي مهمة جدا أن احنا نتكلم فيها الحقيقة هو ليه في الفترة الأخيرة ما كانش ظاهر مع المنتخب بالشكل اللي هو إحنا متعودين عليه أنا عايز أقول أن هو طبعا تاني الهدفين التاريخيين لمنتخب مصر دي حاجة اللي تقبل الجدال ده رقم فإن هو ما قداش مع المنتخب مصر لا هو بيقدي إنما سيستم اللعب كان بيساعده ولا لا إحنا في المباريات الأولى في دور المجموعات التحديدا ما كانش سيستم اللعب بيساعد محمد صلاح وما كانش المنتخب في أفضل حالات خصوصا بعد صدمة ماتش نيجيريا لما الأداء تحسن والسيستم اللعب تحسنه ومصطفى محمد تحديدا تحسن في تحركاته وفي قيامه بالدور اللي هو المفروض يقوم به في الملعب ظهر محمد صلاح بشكل كويس إنما هل محمد صلاح ما بيقديش مع المنتخب زي اللي فاربول بيقدي بروح قتالية كبيرة يعني من العيب أصلا نحن نقول حتى على المستوى الفردي يعني لو حنقول يعني نبعد مصر خالص على جنب محمد صلاح أكتر لاعب في المجموعة المسافرة دي عايز ياخد كاس الأمم الراجل ده لو خاد كاس الأمم صعد بمصر كاس العالم 100% هياخد أحسن لاعب في العالم طبعا مش هيبقى فيه هذا الشخصي كمان بالضبط فأنا بتكلم يعني حتى لو حطينا مصر على جنبه قلنا بمي كافلية شديدة هو عايز ايه من الموضوع وبيلعب مع منتخب مصر حتى لو عشان نفسه فهو عشان نفسه حيموت نفسه عشان كده فعيب قوي ان احنا نتكلم في حتة ان هو ما بيقديش مع المنتخب ومش بنفسه معتقدش انه كلام دلوقتي ده بقى ليه أي يعني أي مصدر عشان الفوز بيحصل الناس تكتب كمان ولما شفت احنا شفنا كمان فيديوهات شفنا وهم يحمس العيبة وعمال يقولهم احنا لو موتنا نفسنا حنكسب يعني كلام من القلب ومجهود كبير جدا بيتعمل سواء على المستوى المهارات الفردية او على مستوى وجوده مع المنتخب كل حاجة تغيرت ما قبل ماتش كودفار وما بعد ماتش كودفار